اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الطالع معروف انه كل اربع دقائق بتحرك درجة يعني هم ثلاثين درجة ما بين الطالع والبرج اللي هي العشريات او الدرجات ثلاثين الان في الطوالع بعد مرات بتكون اربعين بتكون ثلاثين بتكون اكتر من خمسين او ستين درجة فعشان هيك لما تحسب انت كل دقيقة كل اربع دقائق بده يمشي درجة معناته المدة طويلة الان المهم احنا عنا انه احنا نحدد ايش هو الطالع طيب لو فرق خمس دقائق او فرق عند الواحد لنفترض عشر دقائق شو تحرك يعني ما تحرك هنا من درجتين وربع او درجتين ونص طيب لو تحرك ربع ساعة ربع ساعة خمسة في ثلاثة اهي خمسة اعني تحرك تقريبا بحدود الاربع درجات او اقل من اربع درجات يعني ما اعطها الفارق امتى بصير الفارق اه مهم جدا في هاي اللحظة اللي هي لما بيجي الطالع مثلا اه على حد فاصل ما بين برجين هنا اه بصير انه انا بدي اقارب هل هو مثلا اه الدلو اه واللحوت يعني اجه بين النافترض انه اجه خط الطالع ما بين البرجين بالضبط اه فهنا انا بصير بدي اقارب هل صفاته اه هي اقرب للدلو فاذا اقرب للدلو برجع فيها كم درجة لورا يعني درجتين ثلاثة او بمشي درجتين ثلاثة لو قدام هيك فبحدد انا اه ايش الطالع هي المهم اني انا احدد الاقرب للدرجة الاقرب للطالع لو فرق الوقت عشر دقائق ربع ساعة مش مشكلة عندي انا بالتحديد بس المهم انه يكون الوقت اه اتوه مثلا يجي واحد يقولي انا مولود الصبح طيب الصبح اي ساعة الصبح عندي انا تقريبا بحدود اتناعشر ساعة وين بدي احدد فيها لما يجي يقولي انا مولود يعني عند اذان الفجر عند اذان الفجر يعني بقدر احدد انا بكون نفس يعني نفس البرج هو طالعه او اللي قبله ماشي لغاية الشروق بعدهم بصير اللي بعده فلما بقول عند الفجر بقدر اقول مثلا اذا هو مولود برج الثور مثلا بقول انه عند الفجر خلاص معناته طالعه بدي يكون نفس برجه بدي يكون الثور طيب ممكن لان الاوقات لانها بتختلف بين الصيف وبين الشتاء ممكن يكون اللي قبله يعني بكون على الحمل عحفة الحمل اخر اخر درجات من الحمل وهنا بصير اعمال المقارنات لما بكون الوقت مش معلوم بس لما انت بتيجي بتحدد لي بتقول لي والله هو مولود ما بين الساعة ثلاثة وثلاثة وربع اه والله هنا سهل جدا صار انا حدد عندي الطالع لحاله تلقائيا فانا مهم عندي يحدد لدرجة الطالع او شهود الطالع تحديدا كبيت كامل ما بهمني انا كان ببدايته بدرجتين بعده بدرجتين خلص انا بعطي بالتقريب اذا كان الوقت مية في المية بكون افضل وافضل ولكن اذا ما كان معروف او في توهان بخمس دقائق عشر ربع ساعة ده هنا انا بقدر اتحكم فيها برجع بقدم بشوف الاحداث الصفات الاشياء هاي بحددها اما اللي بيجي بقولك لا انا بحدد لك بطريقة حسابية موعد طالعك بدقة متناهية عن طريق المعادلة الحسابية لا هذا كلام غلط الطريقة نحكي عنها ودرسناها وحللناها ونعرف نشتغل عليها ولكن هاي ما بتحدد لي هي نفهم هم مفهموها غلط لانه هم مش فاهمين شهوع الملفل هم مفهموها بطريق الخطأ هذه اقوى درجة فلكية بتكون موجودة في هذا الجزء اللي هي جزء 6 او 8 ساعات او 10 او 12 ساعة من خلال هذا اليوم فهو بحدد اقوى درجة الموليد اللي بنولده في هاي الدرجة هم اللي باخده اكبر طاقة خلال هذا اليوم اما انه اجيح سبلك اقول لك اه لا انت مولود الدرجة كذا في الثاني كذا في الدقيقة كذا هذه الطريقة طريقة خاطئة لو حسب بعدها بساعة بساعتين بثلاثة برجع على نفس الدرجة هاي يعني لو جيت قلت له انا مولود الساعة خمسة او ستة او سبعة او ثمانية او مولود الساعة اتناعش برجعك على نفس الدرجة لانه المعادلة هاي بتنحسب لقوة درجة الطالع مش بتنحسب لتحديد درجة الطالع فهم بيستغلوا الناس انه تعال احسب لك الدرجة هاي باخد منك مية ميتين ثلاثين دولار عشان يحدد لك درجة الطالع وبعدين بتطلع مش درجتك اساسا لانه لو جرب اي حد بعرف يشتغل على هاي المعادلة بيعرف ساعة ميلادو ويجي حسب عليها بلاقي انه درجة الدرجة على طول تغيرت بالنسبة لالو لانها هي قوة درجة الطالع ما لها علاقة بطالعك انت خلينا نروح على توقعاتنا لليوم طبعا اليوم توقعاتنا ليوم الاحد 29 ايار مايو القمر اليوم رح يكون متواجد ما بين برجين يعني هو الان موجود في برج الثور ولكن في ساعات المساء بدو ينتقل من مساء اليوم الاحد بدو ينتقل ويروح على الجوزاء الان القمر موجود في منزلة الدبران وهي منزلة سيئة لا تصلح الا للعداء والمشاكل ومن الافضل عدم البدء باي شيء جديد طبعا القمر رح يمكث في هاي المنزلة لغاية ما بعد منتصف ليل السبت على الاحد يعني ساعة 12 19 دقيقة بتوقيت جرينيش من اول عشرين دقيقة من بعد منتصف الليل ليل السبت على الاحد زي ما حكينا لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة الهقعة وهي منزلة سيئة لا تصلح الا للاشياء المضرة بما ينفع مثل استخراج السموم او الاسحار وكذلك من الافضل عدم البدء باي عمل جديد بما ان القمر موجود في برج الثور فبالفترة هاي بظل خلال هذا اليوم اننا منشعر بالحذر اكثر ومن ميل للمحافظة على ممتلكاتنا وقل ما نبحث عن شيء جديد يجب ان نعتمد على انفسنا ماديا وان لا نفكر في اقتراض المال من مصرف او من صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار يمكننا شراء عقارمة او استيجار عقارمة او انتقال من بيت لبيت وقضى وقت ممتع بالبيت مع العائلة ممكن برضو هاي الفترة انه الواحد يشاهد تلفاز مثلا مع العائلة او شغلات من هذا القبيل بالنسبة 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 للزوايا الفلكية طبعا في عنا زاويتين انتهوا خلصوا او طلعت اللي صار انفصال عنهم ولكن في زوايا ما زالت موجودة اول زاوية هي بداية اللي هي زاوية تزليس ايجابية بين عطارد وبين نبتن وهي مستمر ولغاية يوم تسعة ستة هي زاوية هاي بتعطينا قدرة على قراءة مشاعر الاخرين من حولنا دون ان يعبروا عنها بصراحة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربية سلبية بين عطارد وبين زحل وبرضو مستمرة هاي لغاية يوم تسعة ستة وهاي زاوية بما انها سلبية فهي اللي بتسبب نوع من انواع التعب والقلق والحذر والميل للكآبة وبتحد من خيالنا وبتجعلنا شاردين الذهن ومتقلبين وبتعرض بعض الاشخاص للارهاق وهذا الشيء اللي ممكن يضر بصحة البعض اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث ايجابية بين عطارد وبين بلوتو وهي مستمرة لغاية يوم 31 5 هاي الزاوية بتزيد من حد الدهنة والحدث والنقد وبتمنحنا حب للعدالة والاهتمام بالامور الغامضة وبتساعدنا في تنظيم اعمالنا والنجاح بمشاريع واتخاذ قرارات لازمة اما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل طبعا عندنا مجموعة كبيرة من الزاوية اللي رح تتشكل في ساعات النهار واول زاوية هي زاوية التزديس ايجابية رح تكون بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون في تمام ساعة 47 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش هاي الزاوية طبعا مستمرة لغاية ساعات ما بعد العصر وبهي اللي بتعزز الخيال الغصب وبتقوّل حدث وعليه فانه اكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك الفن والديكور والتجميل اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين زحل وهي برضو نفس الشي رح تكون في تمام الساعة 57 دقيقة صباحا من واجه مصاعب وعراقيل تطلب مننا ان نبدو الجهد لنتغلب عليها بانفسنا وان لا نعتمد على الحضوض بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأ للهروب الى الماضي بدل من مواجهة الحاضر اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية بطيئة طبعا هي زاوية اقتيران ايجابية بين المريخ وبين المشتري وهي مستمرة طبعا من اليوم ذروتها ورح تستمر لغاية يوم 2-6 هي اليوم رح تتشكل ذروتها ساعة 10 ونص صباحا بتوقيت جرينيش بتخلق جو من التسامح بحيث انه ممكن نتسامح مع من اخطأ ويخطئ بحقنا ومن مد يد العن لهم وممكن تدفعنا للتراجع عن بعض الاخطاء اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتيران ايجابية بين القمر وبين عطارد وهي رح تكون في تمام ساعة 11 و14 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيش طبعا هاي مستمرة لغاية ساعات المساء من ساعات الصباح لساعات المساء تأثير هاي الزاوي موجود منشعر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة الى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث ايجابية بين القمر وبين بلوتو وهي رح تكون في تمام يعني الساعة 2 و10 دقائق بعد الظهر وهي اخر زاوية قبل خلو المسار طبعا هاي مستمرة لغاية ساعات المساء من ساعات الصباح لساعات المساء هي الزاوية هاي اللي بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة بعد هاي زاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة 2 و10 دقائق بعد الظهر بتوقيت جرينيج ورح يستمر لغاية الساعة 5 و22 دقيقة يعني عند المغرب تقريبا بتوقيت جرينيج مساء هذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بالاكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل قلو المسار الساعة 5 و22 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج القمر بيكون انتقل تماما الى برج الجوزاء وبلش يشكل اول خطوط زوايا المنفصلة في هاي الفترة بما ان القمر رح يكون في الجوزاء مننشط في اتصالاتنا منشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في افكارهم وتصرفاتهم اكثر من المعتادة وبيصعب تصديق كل وعد او كلمة قال علينا انجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها وبوسعنا ايضا الانضمام لدورة دراسية او تعلم لغة جديدة او الانضمام لعضوية نادي بالنسبة للاعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الاضافية اليوم طبعا من الان لغاية ساعات المغرب العنق والحنجرة والحبال الصوتية الغد الدراقية اللوزتين وتفاحة ادم اما من ساعات ما بعد مغرب يوم الاحد بتصير الاعضاء الاكثر حساسية الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي انا بيب الشعاب الهوائية والرئتين والوصلات العصبية المهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي ونظام التبادل اللي هو نظام الشعيرات الدموية هدولا اكثر حساسية فلازم نوفر لهم العناية الاضافية بالنسبة للعمليات الجراحية طبعا ما في اي مشاكل اليوم انه ينعم عمليات جراحية قصوصا العمليات الطارئة او العمليات الصغرى اما العمليات الكبرى اذا كانت تتعلق بنفس الاعضاء اللي احنا ذكرناها فما بنصح في هذا الموضوع بالنسبة لعمليات التجميل طبعا ما زال عطارد بيتراجع والزهرة بشكل زاوية حادة فما زالت الامور ما بنصح فيها ممكن تنظيف او تقشير بشرة او هذا النوع ما في اي مشاكل ولكن الحقن والجراحة التجميلية لسه ما بنصح فيها طبعا هذا اليوم يصلح لازالة الشعر الزائد ويصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما انه موجود في برج الجوزاء بده ينتقل في ساعة مساء يوم الاحد وصير في الجوزاء فخلو المسار القادم رح يبدأ يوم الثلاثاء واحد وثلاثين خمسة ويستمر حتى اليوم التالي اي يوم الاربعة واحد ستة تمام الساعة خمسة وثمانية واربعين دقيقة صباحا بيكون انتقل واستقر تماما في برج السرطان يعني تقريبا بدنا نحكي انه من المساء لغاية اليوم التالي اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال ثمانية وعشرين يوم في تمام الساعة واحد وثمانتاش دقيقة صباحا بيصبح تسعة وعشرين يوم نسبة اللضاء خمسة في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم واحد وعشرين ستة سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية الان وفي ساعات العصر بصير سعيد بنسبة خمسة وثمانين في المية القمر في الثور بدو ينتقل الجوزاء حتى يوم واحد ستة سعيد بنسبة خمسة في المية الان في ساعات الظهر بصير سعيد بنسبة سبعين في المية ولكن في ساعات المساء بيرجع عشر في المية بصير ستين في المية اعطارد في الثورة بيتراجع حتى يوم ثلاثة ستة منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية الظهرة في الثورة حتى يوم ثلاثة وعشرين ستة سعيد بنسبة ثلاثين في المية الان ولكن مع ساعات العصر بصير سعيد بنسبة خمسة في المية المريخ في الحمل حتى يوم خمسة سبعة سعيد بنسبة خمسة في المية المشتري في الحمل حتى يوم ثمانية وعشرين سبعة بعدين بيبدأ في عملية التراجع سعيد بنسبة 25% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 بعدين بده يبدأ في عملية التراجع هو سعيد بنسبة 15% الآن أورانوس في الثورة حتى يوم 24-8 بعدين بده يبدأ في عملية التراجع في برج الثورة هو الآن سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 28-6 بعدين بده يبدأ في عملية التراجع في هذا التاريخ هو الآن سعيد بنسبة 15% بلوتو في الجدب يتراجع حتى يوم ثمانية عشرة بعد يوم يرجع للحركة الأمامية في هذا التاريخ ومنتحس بنسبة خمسة عشر في المية. أوصلنا للتوقعات اليومية. برج الحمل يوم بيحمل معاه فرصة مالية ممكن تكون مفاجئة أو تدخل تحسين على ميزانيتكم ما زالت الأجواء المالية هي الطاغية ممكن تعالج استحقاق مالي أو زيادة في المصاريف وصرف الأموال بدك تحذر منها بشكل تام لأنه صحيح أنه في بعض المكاسب ولكن في صرف فلوس فما تغامر في الأمور المالية. في ساعات المساء أو عند ساعات المغرب تقريباً بنقدر نقول أنه الأجواء رح تتغير لصالحكم أكثر فبتنشطوا في الدراسة والسفر والاتصالات وبتصير الفترة هاي مناسبة للخروج في نزهة قصيرة أو تعامل مع أخ أو جار. بدك تكون عنصر إيجابي وتحاول أنك تتفاهم مع الآخرين وتبقى هادئ قدر الإمكان. برج الثور ثقتكم بأنفسكم كبيري وبعمكم النشاط طبعاً اليوم برضو الطاقة عالية جداً وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة دعم من مركزكم الاجتماعي. طبعاً هذا الفرص الاجتماعية والمناسبات واللقاءات كلها ممتازة جداً لغاية ساعات المغرب. من ساعات المغرب الأجواء راح تتغير تماماً بصير الوضع ممتاز على المستوى المالي فممكن يعني يصير فيه فرصة لمكاسب مالية أو ممكن مفاجأة تدخل تحسين على ميزانيتك وبتنشطوا بالاتصالات والزيارات وممكن تهتموا لا خطة أو لا القيام بزيارة معينة. ولكن الأمور المالية هي اللي رح تكون طاغية خلال ساعات المساء. برج الجوزة طبعاً ما زال القمر موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات المغرب. فعشان هيك بتضل الفترة هاي تطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وحاولوا إنكوا تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم. طبعاً هذا الضغط رح يضل لغاية ساعات المغرب من ساعات المغرب تصبح ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبيعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي. لأن القمر رح ينتقل ويستقر عندكم رح يعطيكم فرصة لأيام ممتازة جداً قادمة وتكون لمصلحتكم. برج السرطان بالنسبة لما وليد برج السرطان رح تسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته ولكن من ساعة المساء الأجواء رح تتغير تماماً لأن القمر رح ينتقل لبرج الجوزاء رح يصير في بيت متاعبكم فبصير اليوم بيتطلب منكم من ساعات المساء عدم المبالغة في جهدكم الجسماني حولكم تنجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم. لا تراهن على الحضوض ممكن تعاني من ركود ومراوحة المكان. أهم شيء أنك ما تجازف لا بصحتك ولا بعلاقاتك. برج الأسد يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين. طبعاً هذا بيت الصمعة. اليوم ما بيجوز لا المجازفة ولا المغامرة ولا مخالفة القوانين. وحاول إنك ما تتغيب عن عملك. الأجواء بظل فيها علامات استفهام. لازم تكون حذر خلال هذا اليوم. من ساعات المساء أو عند ساعات المغرب. ابتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم. ممكن يفاجئكم أحدهم بالتصرفات أو طلباته. بترافقك رياح مؤاتي رغم الضغوطات. حاول إنك تكرر المحاولة إذا أردت الدعم والتأييد فترة. مناسبة للانضمام إلى جمعية أو مؤسسة بتتلاقى مع طموحاتك. برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا القمر ما زال موجود في البيت التاسع. فعشان هيك بظل تواصلكم مع الأجانب أو أشخاص خارج البلاد أو الاتصالات. أو خبر يجيكم من بعيد أو رغبتكم بالسفر أو الامتحانات. ممتازة جداً وبتزداد رغبتكم بالبحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباءكم. ولكن في ساعات المغرب بتصير الفترة هاي لأن القمر راح ينتقل إلى بيت السمع أو البيت العاشر فبتصير الفترة هاي مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم. بوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين. الفترة مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي ولكن ممكن يكون فيها بعض القلق حول أحد أفراد العائلة. ممكن يتواجه مسؤولية أو عبئ مهني أهم شيء ما ترتبك في المواقف الحساسة لأن الجو العام بيكون في بعض الصعوبة. برج الميزان بالنسبة لما وليد برج الميزان في فرص لمكسب مالي إلو صلة بشراكة أو تعويض طيلة النهار بتهتم بالأمور المالية المشتركة وصحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية حاول أنك أنت تنتبه على أموالك ما تكفى الحد ما تضمن حد خلال هذا اليوم وانتبه على الأمور المالية المشتركة لأنه ممكن يصير في بعض المسائلات أو الفواتير أو الديون اللي تهتم فيها. في ساعات المغرب بيصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات البعيدة أو التعامل مع الأجانب أو امتحانات حتى بتكون ممتازة وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحبائكم وبترتفع المعنويات وبتصير فرص النجاح واضحة بشكل كبير وبتعود للإمساك بزمام الأمور هذه فترة أنت مقبل على فترة إيجابية جداً بيسهل خلالها الحوار وبتفرح بخبر أو تجاوب بعض الأطراف معك برج العقرب طبعاً ما زالت الأجواء بما أنه القمر ما زال يعني في درجة المقابلة فمنقول أنه يوم مناسب للقيام بعمل بطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعك وتعزيز شراكاتكم ولكن بتكن تنتبهوا طيلة النهار من العصرية وردات الفعل والانفعال والطاقة الضعيفة أما بين ساعات المغرب بتتغير الأوضاع وبتمنحكم فرصة لمكسب مالي إلو صلة بشراكة أو تعويض وصحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية ممكن تفكروا بمستقبلكم أو نوع من أنواع الإدخار أو التفكير بالوضع المالي أو تحسين الوضع المالي أهم شيء أنه اليوم تقدر تتراجع عن خطوات أو قرارات سببت لك إزعاج بالفترة الماضية برج القوس رغم تراكم العمل إلا أنه أنتوا عندكم قدرة على إنجاز الكثير من أعمالكم تقدروا تنظموا جدول غذائكم وتأخذوا قصد كافي من الراحة وتنتبهوا لا إنجاز بعض أو تهتموا لا إنجاز بعض الأعمال الأهم أنه اليوم تظلك مهتم بأعمالك عملك المطلوب منك وبرضو من صحتك وحاول أنك لا تدخل بأي مواجهات مع زملائكم بالعمل من ساعة المغرب الأجواء رح تتغير تماما فممكن يعني بصير الجو مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف تاني لأن القمر رح يصير مقابلكم تماما في الجوزاء وبوسعكم تعزيز شراكاتكم ولكن بتكون تحاذروا من الإنفعالات لأنه شوي بتصير حد الطبع وطاقتك ضعيفة فبيصعب التفاهم معك وممكن تقع في مشكلة أنت بغناء عنها الجو متوتر وممكن تظهر لك هاي الفترة بعض المشاكل الطارئة فبدك تكون صبور ومات الذمر والفترة بدك تعتمدها أنها خالية من الحضور برج الجديد ابترغبوا في التقرب من أحبائكم طيلة النهار وبإمكانك تعززوا العلاقة مع أحبائكم أو أبنائكم أو أحد الوالدين وبرضو بوسعكم ممارسة نشاط فني الأجواء جيدة وداعمة والحضوط دعميتك لغاية ساعات العصر من ساعات العصر في فترة خلوم مسار لا ساعات المغرب ولكن من بعد المغرب الأجواء رح تتغير لأن القمر رح يصير في البيت السادس اللي له علاقة بالعمل والصحة حاولوا أنك تنتبهوا لأنه ممكن يتراكم بعض العمر رغم أنه عندك طاقة لإنجازه ولكن تنتبهوا على أعمالكم وصحتكم وبرضو نضموا جدوى الغذائكم وخذوا قسط كافي من الراحة من وقت لآخر حاول برضو أنك ما تلتهي بالقشور والأمور الثانوية عشان ما تضيع الفرص من إيدك اعتمد على جهودك وطاقتك لحصد النجاحات والأرباح وراقب وضعك الصحي برج الدلو ما زالت الأجواء البيتية والعائلية هي اللي بتأخذ القسط الأكبر من تفكيركم فممكن اليوم تدخل تعديل مطلوب على مسكنكم من تصليحات وترميمات أو اهتمامات منزلية وتعزيز الروابط العائلية وحتى ممكن الخوض في مناسبة معينة ولكن من ساعات المغرب الأجواء رح تتغير بشكل ممتاز جدا لصالحكم فبترغبوا في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ممارسة نشاط فني وبيطمئن بالكم نسبيا لأنه ممكن تجدوا اليوم حليف يدعم تصوراتكم أهمش أنك ما تستسلم بل كرر المحاولات إذا دعت الحاجة لمصالحة أو للتقرب من الأحبة برج الحوت من الآن ولغاية ساعات ما بعد العصر بتنشطوا في الدراسة والسفر والاتصالات والتنقلات زي الأيام الماضية وبتصير الفترة هاي مناسبة للخروج في نزهة قصيرة أو تغيير الجو أو التعامل مع أخ أو جار عندك قدرة على الإقناع والحوار والنقاش والفترة هاي نشطة جدا بالتحركات والاتصالات لغاية ساعات المغرب من ساعات المغرب الأجواء رح تتغير تماما فرح تركزوا على الأمور العائلية أكثر والأمور البيتية فبإمكانكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية ممكن تكون في حدث عائلي أو مناسبة معينة تلفت انتباهك أو تكون مهتم فيها أكثر أهم إشي أنه ما تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك وأدائك أهم إشي برضو ما تنفعل حتى لو شعرت بالإنزعاج هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر